اشتركوا في القناة اول ما غادي نحضر عليها كل شي كي يجي في الادهان ديالو يعني غادي نشد الام وغادي نحبسها مع الصغار ديالي نصافة هادية لع الرضاع الحبيسة لا هدي مشي الرضاع الحبيسة الرضاع الحبيسة هي الطريقة كيفاش غادي نتعامل مع هذا الرضاع الحبيسة قبل ما نضرعنا على طريقة ولا اي حاجة غادي نقسم هذا الموضوع لهذا الرضاع الحبيسة غادي نقسمها للفقرات وهي الطريقة اولا والايجابيات والسيلبيات هي هادا الرضاع الحبيسة نهضره اولا على السيلبيات اول حاجة الرضاع الحبيسة هي عكس الرضاع الطبيعية الرضاع الحبيسة يعني السيلبيات نبغي نهضره على السيلبيات الرضاع الحبيسة هي غادي نشدو حنا هادا الأنثى هي نهاية ولدت وغادي نشدو الباب نخليه نفتوح الواحد المدة معينة في الليل مثلا ونغلقوه لمدة معينة يعني هادا شيء ولا هادا العادي لأي واحد يقدري يغلط فيه هادا شيء هادا شيء كنظر لكم من أخطأ غادي نشد الباب وغادي يغلقو الواحد المدة معينة ولكن لماذا شركتها تتكدمو الأعقل والذكاء يعني هادا نعرفنا هادا الأنثى هادا نشكره يعني أردعت أولادها أو الصغار ديالها فإنما عارفين شفوق أو قشق أردعتهم يعني اسمو غادي نمليو غادي نمليو كأننا نغصبوها ما غادي نمليو نغصبوها اسمو هي غادي ندل غادي ندخلوها عند الصغار ديالها غادي ندخل عندهم هادا يوقع هناك رفس سوف تشدهم و سوف تقاتل فيهم سوف يوقع هم بغيين يردعوا منها هي كتهرب و البيت الوالدة صغير سوف تقاتل فيهم سوف تكون إما خلفه و الجوج سوف يردعوا منها ليس مشكلة لكن هي ما فيهاش الحليب لأنها فيتمرت دعا سوف تقاتل فيهم سوف يوقع هناك موت للصغار إما واحد أو جوج سوف تشوف هذا الرضاعة سوف تقول بيلي هذا السيد هذا الفيديو هذا سوف أغشني لأنه قال الرضاعة الحبيثة الرضاعة الحبيثة ما هي هذه سوف أخبركم الإيجابيات و كيفية طريقة للإستخدام الرضاعة الحبيثة أول حاجة يجبنا بالليل نصده على الصغار على الصغار سوف يوقع هي لم يدخلها بلعقل يعني خدموا الدكاء مني مدخلكش رضاعتهم سوف يوقع سوف ندخل في الصباح سوف نشوفها و سوف ندخلها بعدها أول حاجة وهي حصة أو حصتين و ذلك كتعويد سوف نعودها سوف نجي أناية و نفتح بيت الولادة بش هي تدخل ولكن أنا متحكم فيها و عارفها أنها ما رضعتهم هدا و هذا ما مربط الفراسة كل شيء كي ضعنا هذه النقطة هذه أنها مخصص تكون رضعتهم و غادي نشوف إليها أن هذه الأنثة هذه كتردع مثلا جوج مرات غادي نقال غادي معها لجوج مرات ولكن غادي نضبط الساعة ديالي على واحد الوقيته أنني غادي نقال مثلا نردعها يعني قوله في الصباح مثلا مع وقيت الظاهير غادي نجي و نفتح شو غادي نفتح من شو نفتح من هذا الصنهار لا لأنني غادي نفتح و نصد عليها هذه الرضعة على الحبيثة ولكن هذه الطريقة يعني هي دخلت عن الصغار ديالها حبست عليها يعني درت واحد الحاجز أنها صافة ما تخرش شحار من 7 دقائق ثلث 8 دقائق لأنها غادي تكون ردعت منين تكون ردعت صافية خرجت و نعاود عوتانين نصد ماشي نخليها نفتحها ومشي أنا نضرب دوائرة و هي را دخلت ردعت لا خصني أنا لينضبط فوقش هي تردع و فوقش ما تردعش هذا هو كل شيء قائم على هاد النقطة هذي وعلاش كان صدوق في الليل يعني هادنا الرضعة الحبيثة كلها عبارة عن فتح و سد سد فتح و سد ولكن تتحكم فوقش غادي تصد عليها و ما تردعش هي ما تردعش ماشي نخلي البيت مفتوح و نشدها نقن في عبيدي نجري عليها تدخل و نصد عليها أنا ما عرفتهش بلا ردع فايتام ردعش إلا ما عرفتهش فايتام ردع غادي تدخلت في قتر في السعار ديه ثم كي حدث الموت لا قد ضرر الله قادية ديه علاش أناية ما كنديرش القادية في الليل مثلا يعني نجي نقول أناية في الليل نحل عليها نحل عليها في الليل هي تردع يعني خطأ كبير هذا لان في الليل نكون أناية حاضية ولا ما حاضية تقدر واحد الأخر واحد الصغير من الصغير ديالها يبقى لاسق فيها و أنا ما نشوفوش و غادي خرج و غادي بقى لاكب فيها و مني غادي خرج أنا ما غادي شوفو غادي يطح في الكارج مني غادي يطح في الكارج غادي يكرم غيب البرد لانه يكون هو مع أخوتو يلسق معهم و يبقى شي فوق شي يسخن شي باش يقدر يسخلوا تشوف سبحان الله عاطيهم هذ الملكة هذي أنهم يتحاموا بعضياتهم شي يدخل في شي باش يكونوا واحد نوع من الحرارة وتما يقدروا يعيشوا إذا تبقى لاسق فيها و أخرج نقدر ما نشوفوش يعني حاولوا تخدموا هالطريقة بنهار يعني بنهار يعني بنهار يعني حتى تكون الليل و بنادم يكون باقي يمشي نعاس و أنت غادي تزرب يعني سبعة دقائق سبعة دقائق سبعة دقائق سبعة دقائق سبعة دير الرضاعة الحبيثة اسمه هي الأساس دياله وهو الدكاء فوقاش نخدم سنغين فهم اسمه هي العلاقة رياضية يعني خسنين فوقاش نفتح فوقاش نصد فوقاش نفتح فوقاش نصد هذي إلا فهمتها سنقول أنا باللي أنا كنت حكم ولا أبغاة انتوا أنتم خاضرنا أنها تردى عشو الخطرات هذي يديروها من اليوم الثالث عقلوا على الرضاعة الحبيثة من اليوم الثالث هي ودت من اليوم الثالث إذا بغيتوا الرضاعة لها انتم كتتحكموا فيها الرضاعة الحبيثة خدموها من اليوم الثالث يعني اليوم الثاني الأول والثاني كتكون هي باقها مضهش رام مع الولادة يبقي فيها الدم بما تغسل الراسة الثالث صافرة كتكون متوما في اليوم الثالث بدأوا كتقوموا بالإجراءات ذلك يعني يخصوا يكون عندكم واحد حاجز وحدة با أنتم عندي وحدة شبيك رابطوا الفوق غيكم تطلقوا كيتصدق بيت الولادة وانتمو خاتكم عندكم خشبة غي تصدوا هذيك البيت الولادة انها يما تدخلش عند الولادة وصافوا وطبقوا يعني القضية اللي قلقكم أنا يأنكم انتم تتولي تحكموا هي متر الدعش مشي تجريوا عليها تدخلوها عند الكاج عند الولادة وتقولوا بالله عادي هي الرضاع الحبيثة لا الرضاع الحبيثة هي التحكم كيفاش غادي نتحكم هنا في هاد الأنثة أنا مقا نتحكم فيها في الرضاع دي لو خييتكم بك تردع لا ما تردعش أنا انفرد عليها وحد الوقت وهذاك الوقت غادي مقاديمة هي ممنينة يا الله أنا غادي أفتح الباب هي غادي تتوني معودة على ذاك الوقت اللي رضعت فيه أول مرة لانا إلا عودتها غادي تتوني انتغيت فتح الباب وي تجي داخل عندهم لانا صافي تعودت بليت الدرع ديالها صافي راي عمر بالحليب كتبليك تتونيك نتايا إلا مشيتين انت مجيتينش مع ذاك الوقت كتبقى تبغي هي تدخل عندهم لانا صافي نتايا انتخوتي لها الدرع ديالها ومدة اللي جمعت فيها الحليب عودتاني راي جات كتبليك صافي وفسح علي لمدة طول أيام انا باش هتتتونيك تقولين انتها تتحكم وأني كتتحكم كون على يخين أن هي مغت قاش تدخل وتخرج أول حاجة سمو مغادي يوقع غادي يتبغى تردع هي وليدها كلهم كلهم هتتيردعون منها إلا مشتها هي دخلت شوية وخليتها وكانت هي بغتتونيك رداعة طبيعية وجاريشي واحد قلقها مثلا قرقب في الكاجو والله كتخرج سموك كيوقع كيكونوا مثلا خمسة اردعوا مزيان وجوج ماردعوش صافيا هم هذه النهار فاتهم الاخول وهي كتدخل عندهم غيف واحد المدة يعني هذا الرداع الحبيثة مزيانة هي طريقة للإستخدام هي اللي خاص الإنسان يدير بها إذا هذه الفلقة مهمة بزيف فهموها عودوا الفيديو مرارا وتكرارا لما فهمتوش أنا رمي حاوكم الفهم نحاولوا الفيديو باش تفهموهم زيان وراها غايت نفعكم بزاف هذا الرداع الحبيثة أنا غايت نفعكم لأنه غايت يقول لكم كل شيء يرضع وكل شيء يشبع ومني غايت يوصلوا وقت الفيطام غايت تحصلوا على واحد الوزن ما شاء الله إذا إلا عجبكم الفيديو شاركوا معنا الناس ما زلوش ما شاركوش معنا مواضيع قيمة إن شاء الله من القدام كما راح طوراني درت واحد الكاميرا جديدة درجة جودة عالية باش تشوفوا الفيديو مزيان شاركوا معنا الناس اللي ما زلو ما شاركوش معنا يشاركوا معنا و تكيوا على زير الجرس كي يصريكوا الجديد ديلي إن شاء الله وما تنسوناش بالدعم تكيوا على زير الجيم باش القناة تزيد قدام وقدام إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا